رسول صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم يا الله ما نقص بالم صدق بل تزد فل تزد فل تزد عندنا جمعية البر الخيرية الجديدة هذه الجمعية مصرحة من الدولة يقول لك فضل الله عز وجل وقف جاري مدى حياتك اقفلنا المبلغ الاستثماري الأول ومدخلنا في مبلغ الاستثماري ثاني والآن مع البقية للأقل من 600 سهم ونفرح جميعا باكتماء هذا الوقت فأنا ودي مسفري عليك ويعطيه لي خاطرة في إكمال هذا الوقت والله أنا أقول يا سالم كل مرة نعيد ونكرر ونتكلم نتمنى أن كلامنا هذا وتكرارنا هذا الكلام والتوصية هذه والتذكين هذا أنه ما يروح أباء من ثورة صراحة لنحن عم قال وكلنا نسعب الخير وكلنا نسابق على الخير فأنا أتمنى من الجميع أنه يراجع نفسه ويعلم ويقدم ويعرف خسائرها في الحياة الخسائر هذه تراها زائلة والله أنها زائلة سواء في أكل ولا في شرب ولا في وناسة ولا في طلعة ولا في سفرية كلها هذه تقدمها نفسك دنيوية اليوم تقدمها بكرة ما تلقى معك ريال وبكرة طعمك من تهيئة أمورك وناستك هذه الله أعلم وش أنت أذنبت فيها وش أنت صح وش أنت قدمت نفسك من الخير فيها ولكن نقول قدم بس ثلاثمئة ريال نفسك والوالديك والأخوانك والخواتك واللي من تحب يا أخي والأمواتنا المحتاجين من الوقفة هذه اللي حنا كل أبونا صراحة قصرين في أمواتنا بالذات والله يا أمواتنا المحتاجين من قصرين فيهم ومقصرين في حقهم يا أخي سبحان الله العظيم أول شيء الواحد عنده نسيان ينسى ولكن النسيان هذا سبحان الله العظيم ما ينسيك غلا صاحبك أو غلا أخوك أو غلا أختك أو غلا أمك أو غلا أبوك اللي في قبورهم اسعوا لهم بس فرحوهم في قبورهم والله العظيم أن الواحد يتخيل الحم في باله يعني الله كيف نشر إن شاء الله يطول في عمارنا لنا ولا أنتم ولا سالم والجميع إن شاء الله أن الواحد توفي يا أخي حط نفسك في مكان هذا الميت وفي القبر هل باقي شيء تقدمها لنفسك وقفت خلاص أعمالك كلها وقفت مع نزعة روحك لك اليوم خلاص وقفت الأعمال اللهم نطعم لك عندك واحدا في خير يسمو الأسوان أخو ولا أخت ولا أم ولا أبو يسعى لك في الدنيا أن نفسك يسعى نفسه يسعى لك فقدموا يا جمعة خير لأماتنا أماتنا والله العظيم محتاجين منها كل شيء قدموا يا أخي الصدقة هذه إلى يوم القيامة يعني ما قلنا قدموا حاجة بكرة طعام الكريم انتهية لأن بعض الأشياء طعام نقدمها ما قالوا الأعمال الطاعات كثيرة مرة ولكن لا نعلم وش المقبول منها وش المهم مقبول منها نجتهد في الطاعة ولكن الله سبحانه وتعالى القبول ما عنده والمغفرة ما عنده لكن الصدقة هذه الله سبحانه وتعالى والصلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال أنا وأكافر اليتيم كذا يعني أقرب مني أنا وسلم الآن يعني تخيل أنك أنت ورسول الله عليه سلم كذا في الجنة برسول الله عليه وسلم برسول الله عليه وسلم نرحنا مقابله والله العظيم الآن أن أنت شخص وانت عطر وانت زين وانزين أمورنا وانزين حالنا والبعض مننا يمكن يكون لها مصلحة عند الشخص هذا سواء أنه وزير ولا أمير ولا مسؤول ولا تاجر ولا أي شيء أي مكان فيه الشخص هذا تلقونا كله بنا نسعى علشان ندور مصلحة من هذا الشخص طيب مصلحة لم هي عند الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لكل العالم لكل العالم يدورون ما بينهم بين الله سبحانه وتعالى ندور الشيء اللي قربنا لله فرسول الله سلم في الحديث قال أنا وكافر اليتيم كهاتين يا جماعة خير قدموا لأنفسكم هذا فعلا والله هذا والله النجاح هذا والله هذا زبدة الحياة هذا ترى امتحان في الدنيا كأنك تختبر في الدراسة في طعمك تأخذ شهادة معك وتتخرج فيها عشان تتوظف فيها لكن هذه نبي شهادة الشهادة اللي حنا كلنا نسعى لها اللي على المقالة هو ندورها عندنا سبحانه وتعالى اللي غافلنا فيها فحسن الله يفقنا وياكم يا جماعة خير اسعوا لأنفسكم والله العظيم احنا مجرد مذكري لكم فحسن الله يفقنا وياكم يا ربي يا كريم الله يبيض وجهك يكتب أجرك يجزاك عني خير الجزاء كلام والله العظيم أمس سالم وقت أكلامك جاني أمس تبرعات كثير جاتي الحمد لله اللهم لك الحمد لله والله عزيزي أمس بارك أنا أقول مع تبقي منكم إلا خمسمائة شخص خمسمائة شخص من ثلاثمائة ريال نفرح كلنا باكتمال هذا الوقف تاكفون يا عالم خلونا نفرح خلونا نستانس خلونا ننبسط بإكمال هذا الوقف أنا أقول يا باغي الخير أقبل وهناك أناس اختصهم الله عز وجل بأسمائهم لكي يكون لهم وقف جاري اسمع هذه الأسماء إذا اختصهم الله عز وجل ويطبقون قول الله عز وجل إن تبدو الصدقات فنعم ما هي نعم عليك وهذا الصح أبد صدقتك حث على الخير سابق الخير يا أخي الله عز وجل يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله آمنوا بربك وتوكل على ربك هذا المال والله العظيم إنه بيروح الفلوس تروح وتجي ولا تظن يوم من الأيام إنه رزقك مهم مكتوب ولو تأخر ولو كان قليل في نظرك ولكن لما أنت تنظر في اللي أسفل منك تحمد الله عز وجل على كل نعمة عندك يا أخي يكفيك نعمة ويكفيك عظمة هذه الصحة يجري في جسدك مئات وآلاف الخلايا وأنت ما تعلم فضل الله عز وجل أنا أقول لك هذا الفضل من الله النعمة اللي عندك اليوم ترهي توفيق من ربك الآن الله عز وجل أعطاك هذا المال إما يكون لك أو عليك يسأل الشخص عماله كيف اكتسبه وفيما أنفقه اليوم أنا أقول لك أنفق في هذه الجمعيات الخيرية المصرحة وما أتبقي وما أتبقي إلى خمسمائة سهل من ثلاثمائة ريال خلونا نفرح وننبسط ونستانس يا هارو الخير تكفون يا هارو الخير أقبلوا خمسمائة شخص وأنا أقول هنيئا لكم وإذا ما اكتملت فأعلم أن ربي مسخر ناس هم اللي بيكملون هذه الأوقاف الله عز وجل يقول في كتابه وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم دين الله عز وجل قائم قائم بك أو بغيرك ولكن احرص أن يكون لك أثر احرص أنك تكون ماسكت أخر من ثقل هذا الإسلام فأنا أقول لك خمسمائة شخص من ثلاثمائة ريال نفرح جميعا ويا باغي الخير أقبل ويا حظك ثم يا حظك يا من اختصها الله ويا من اختارها الله ويا من وفقها الله ليكمل هذه الأوقاف مثل ما قال أخي مسفر وكلامه أعلم تم كم من شخص في قبره ليس له وقف جاري أيها الله خلاص راحت راحت هذه الفرص عليهم بس فضل الله عز وجل عظيم ولك أنه يقول لك احرص وفعل السبب أن يكون لك وقف يا أخي لما تكون هذه الجمعية تكفل يتيم ويوميا يكون لك منك يدعي لك هذا فضل من ربك عز وجل يا أخي يكفيك عظمة وشرف أن هذه الصدقة تأتي للميت على طبق من النور أنت الآن تتبرع الآن يصل هذا الطبق من النور يا كم ميت تحتاج هذه الصدقة يا أخي يقول الرسول صلوات ربي وسلامه عليه ينقطع عمل بن آدم إلا من ثلاث ومنها صدقة من جارية اليوم أنت في عشرين ثانية يكون لك وقف جاري ربما هو يكون سبب من دخول ربما يكون سبب من أسباب دخول لك الجنة فيا أبا غير خير أقبل والله الذي لا إله له ونتوفيك وتيسير من ربك جل في علاه أنه يختارنا ويختارك ويختار هذه الشاشة لهذه الأوقات الطيبة ثم حن نرى هذه التبرع ثم أنا شوف باركود الآن على الشاشة وروح وأمسح لباركود وأتصدق وأقول هذا الذي يفضل الله يؤتيه من يشاء خلونا نشوف فضل الله عز وجل على بعض الأشخاص اللي اختصوا من الله عز وجل معنى عبير الحربي وبشرى الحربي عبدالله الزهراني كلهم من 100 معنى أم فهد 350 ريال نورة محمد القحطاني 350 ريال الحربي 300 ريال ذيب الزهراني 300 ريال محمد القحطاني 300 ريال وفاء الحربي 250 ريال شذل ودعاني 350 ريال مريم الزهراني 150 ريال عبد العزيز السالم 150 ريال سلطان القحطاني كذلك 250 ريال س دي 300 ريال سامية الخيبري 300 ريال هي لها الشهراني 300 ريال أنا أقول يا حظكم ثم يا حظكم ثم يا حظكم الرب يوفقكم ويا هنيكم لكم الآن أوقاف جارية إذا توفيت ما ينقطع عمل لأنك أنت أحسن تطلم بربك وبرهنت هذا الحب بهذا المال المال غالي ألا أن سلعة الله غالية فأنت قدمت ودفعت وصبرت لكي تبتغي ما عند الله وأقولك إضافة أن الله عز وجل ترى وفك ليش؟ لأن يقول صلوات ربي وسلامه عليه ونقص أولهم صدقة بل تزده بل تزده بل تزده تذكر الربي ترى بيضاعف لك هذه الأموال كذلك ربما كان وبعد الشر عني وعن الجميع وعن المشاهدين ربما يكون هناك حادث يكون هناك مصيبة تجد أن الله عز وجل يقيك مصارع السوء ربما هناك مريض أنا متعلق بأم بأمي ولا أبوي وبعد الشر عليهم ولا جدي ولا جدي ولا أحد أحبه بمريض بهذه الصدقة ربي يشفيه كذلك يا أخي الله عز وجل ملائكة يوميا ملكان يقول الأول اللهم أعطي كل منفقين خلفها أتظن أن دعوة هذا المال فأنت تستجاب بلى والله أنها تستجاب فيقول الأول اللهم أعطي كل منفقين خلفها ويقول الآخر اللهم أعطي كل منفقين تلفها فيا باغي الخير أقبل نبركود على الشاشة نمسح نبركود وخمسمية شخص وخلوه نفرح وننبسط ونسعد والوقف هذا تراه والله لي ولك والمشاهد نسعد به ونفرح به لأنه بكلنا وقف جاري نسأل الله عز وجل بمنه وفضله وجوده وكرمه ورحمته أن يجزاكم عنا خير الرزا وأن يرزق كل من تبرع في هذا الوقف بالخير المديد وبالمال العديد وبالأولاد الصالحين والبنات الصالحات يا حي قيوم فنقول تكفون يا جمهور الواقع خلونا نفرح جميعا باكتمال هذا الوقف وأنا أقول لأخي مسفر بيض الله وجهك وكذلك دعونا ننتقل للحلاء وجهك لكن سالم أقول بيض الله وجهك أنتكرتني في حاجة جميلة أسلم قبل ما نرجع عن ريالتي حقنا وقبل ما نسأل ونستألس المبسط ونضحك مع الجميع والله العظيم إنسالم نحن ذكرني في حاجة في المريض كلنا عندنا مرضى يا أخي كلنا عندنا مرضى سونا عماتك ولا خلاتك ولا والديلك ولا أخوانك ولا ولا من الدولة ما اعتمد من الدولة شيء معتمد يا أخي 40 ساعة على الشاشة يعني لو تقدم لك حاجة في الصدقة تقدمها في الشارع ما تدري هذا الشخص هل هو محتاد ممحتاد هل هو متسول ممتسول يعني ما تضيع ضيع أمورك هذه ولا ما تضيع لكن هذه من شيء مصرح لك كمام الشاشة ومن الدولة فقدموا هذه الصدقة لتبقى البريضكم هذا لعلى الله سبحانه وتعالى الله يشافيه والصدق قد تبقى ليغم القيامة فيضر وجهك طيب يضر وجهك طيب سالم أقولك شيء سالم لبيك والله العظيم هم أنكم موعدين تعال هناك أعطنا كاميرا هذه شوف هذه هذه هنا هنا أبي هذه أنا تضبط أنت تدري حين موعدين يوم السبت والأحد واثنين ما أضعيه فخامة 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 يا والله تقول صادق يا والله أعطى تسريبات والشاشة مشتاقة لهم أعطى أعطى تسريبات الأحد في أسرع يا رجاني يا سلوم لأننا صرح الآن وصرح من البارح أنا بيكون متواجد معنا إن شاء الله إذا فيه ضيف مع فيصل أكيد أحب أن أتكلم من أن نعلمكم فيه سمع نعم ولكن غداً فيه ضيفين معنا وهو يوم السبت نصرح ولا نصرح لا لا نصرح إي والله بي مفاجأة على الشاشة إستهلا صفقة إي والله ويوم الثنين بعد فيه ضيف إن شاء الله والله ولا الحصر عنه شكراً